بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أعرب فيها سمو رعاه الله عن خالص تهنيه ببنسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة متمنيا سمو حفظه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء بعث سمو العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سمو حفظه الله خالص تهنيه بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة متمنيا سمو حفظه الله لفخامته كل التوفيق والسداد بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سمو عن خالص تهنيه بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة شكرا